السلام عليكم شباب ورجعت لكم بحلقة جديدة طبعا يا شباب في الحلقة اللي طافت عن موضوع بابي بلاي تايم اتكلمنا عن التسريبات اللي في الشابتر الثالث حدفوا جميع الصور اللي احنا كنا نتكلم عنها في الحلقة ونزلوا صور جديدة والصور هادي يا شباب فيها تفاصيل كثير بصراحة واليوم راح نتكلم عنها ونحللها بالكامل ونكتشف لكم جميع الاسرار مثل ما انتوا شايفين يا شباب السكرين شات هذا طبعا انا امقول اضاءة لا فيه طبعا الواضح في السكرين شات هذا يا شباب انه هنا فيه سكرابات كأنه وحدايد واشياء متكسرة يعني ومثل ما انتوا شايفين هنا فيه العاب يا شباب معلقة والجدار اللي موجود يا شباب هذا هو نفس الجدار اللي موجود في التريلر العرض الدعاء يا شباب الخشبي هذا يعتبر افريم الان وهنا نفس الشي فيه باب خشبي والخشب موجود في كل مكان فأعتقد يا شباب يمكن هذا هو الباب اللي شفناه نفسه في الإعلان ومثل ما أنتوا شايفين يا شباب هنا في ذن فيبدو أن نفس الشي القطوة البنفسجية سحبت أحد الشخصيات وأكلتها وطلعت من هذا المكان لنتقل الآن إلى الصورة هذه الصورة هذه يا شباب مرة مميزة وهي اللي خلتني بصراحة أتحمس أتكلم عن التسريبات هذه في تفاصيل كثير في هذا الممر ويبدو هنا يا شباب هي منطقة الدخول وواضح أن هذا المكان يا شباب مو أي طفل يدخل هذا المكان لازم فيه بطاقة تعريف مثلا أو شي عشان يدخله وهذا المكان يا شباب بشكل عام هو منطقة القطار يا شباب فواضح يا شباب أن إحنا إذا منجي منجي من هذه الجهة ومنحاول ندخل يا شباب لأن القطار يعتبر من هذه الجهة جاي يا شباب فأعتقد يا شباب أول ما سقط القطار يمكن إحنا بنبدأ من هذه المنطقة نمشي فيها وهذه الصورة يا شباب مثل ما أنتوا شايفين مكتوب هنا Let's Buggy وهذه جميع الشخصيات تقريبا قاعدين يلعبوا يا شباب كلهم موجودين هنا وطبعا هذا هو التمثال اللي تقريبا كان موجود في برويجكت Bobby Play Time وهنا صورة Bobby يا شباب مثل ما أنتوا شايفين فبشكل عام يا شباب هذه المنطقة هي منطقة دخول الأطفال وخروجهم ومو أي شخص يدخل ويطلع كل شيء مسجل في هذا المكان يا شباب الآن يا شباب بالنسبة إلى هذه الصورة مثل ما أنتم لاحظين أن هذا ممر أنت راح تعبر فيه أحس أن هنا يا شباب كأنه في زي البوكس نفتح من تحته بشكل عام يا شباب هذه التسريبة هي تشرح لنا تسريبة من قبل إحنا شفناها وحدفوها طبعا المطورين هي تقريبا أول تسريبة إحنا شفناها اللي كانت فيه الأرضية مكسرة يا شباب فهنا نفس الشيء الأرضية مكسرة شوية فمئة بالمئة يا شباب أن هذا المكان اللي أنت راح تمشي فيه بيطلع القطو البنفسجي هنا أحس أن هذه المنطقة بتكون فيها فجأة يا شباب بناء على التسريبة اللي قبل كانت فيها صورة القطوة لأنه هذه الصورة يا شباب جدا مميزة أول حاجة خلونا نطالع في هذه المنطقة مثل ما أنت شايفين يا شباب هذه مامي وهذا هاقي واقي وهذا الكلب اللي ما شفناه ولا مرة بصراحة بس أعتقد أننا راح نشوفه في الشابتر الثالث وأيضا هذه الشخصية يا شباب وطبعا يا شباب لو تلاحظوا أن هذه أسرة يمكن أن تقول هذه غرفة نوم عجل لا يا شباب هذه ما هي غرفة نوم لو تلاحظوا أن فيه زي الستارة هنا اللي تتسكر الستارة هذه قد إحنا شفناها من قبل في المستشفيات فهذا المكان هو يعتبر مكان للأشخاص اللي يمكن يمرضوا أو شيء ويعالجوهم فهنا يوضح لنا أن المصنع هذا فيه مستشفى بعض خاصة فالبلايكير هذا يا شباب بيكون فيه مكان تدخل فيه تابع المستشفى أيضا الإثبات الثاني إن هنا فيه أشياء طبية يا شباب اللي تقيس الضغط تقريبا أو حاجة كده أيضا الستارة هنا بعد بيّنت خلونا الآن ننتقل إلى الجهة الثانية اللي هنا يا شباب لو تلاحظوا في هذه الجهة فيه أشياء مختبرية زي الإختبارات بعد فيه هنا يسووا هذا تبع أشياء كيميائية فيه هنا يا شباب مجهر وهذه أشياء يستخدموها في الكيمياء هنا فيه دريشة يا شباب أنا أول شي فكرتها مراية بس هي دريشة لو تلاحظوا ما فيه ولا نقطة دم في العادة أي صورة لازم نشوف فيها دم هنا ما فيه أحد تضرر أحس لكن فيه ألعاب محطمة يا شباب وفيه عندنا الشموخ هذا وهو الشماميخ تبع القطوة يا شباب البنفسجية فهي كانت هنا موجودة بس ما أحس أنها قتلت أحد لأنها ما فيه دم بس يمكن هنا كأنه فيه دم هنا الله أعلم يا شباب الآن يا شباب هذه الصورة الأصلية بس خلينا نطلع عليكم كل شي مثل ما أنتم شايفين يا شباب أول حاجة خلونا نروح إلى الجدار هذا في الجدار هذا يا شباب فيه هذه الكلمة هذه الكلمة يا شباب إحنا شفناها مكتوبة في العرض أو في الإعلان اللي تبع اللعبة الإعلان الأول يا شباب The hour of joy هذه الكلمة يا شباب هي ساعة المتعة ساعة المتعة هذه تعبر عنها عنها الساعة اللي يتوحشوا فيها الشخصيات زي هاقي واقي مثلا طبعا الواضح في هذه الصورة بشكل عام هو ممر حق الأطفال والفصول اللي هنا مثل ما أنتم شايفين يا شباب هنا فيه فصل تدخله فلو جيت هنا مشيئت سيدة ولفيت يمين بتدخل هذا الفصل هذا نفس الشي فصل حق طلاب يدرسوا ويتعلموا يا شباب مثل ما أنتم شايفين هنا فيه كتاب وأيضا هنا يا شباب فيه شنطة زرقة وشنطة حمراء فاللي لازم تعرفوا أن كل صورة موجودة في هذا المكان هو إحنا راح نمشي فيه في اللعبة يا شباب لما ينزل الشابتر الثالث وأيضا كالعادة الصور هذه دائما نشوفها معلقة فوق يا شباب بشكل عام يا شباب المكان هذا صارت فيه فوضى عارمة فمية بالمية ما كانت شخصية واحدة اللي كانت تقتل الأطفال مو بس القطوة يا شباب اللي على اليسار هنا هو نفس الزر اللي كنا نضغط عليه عشان نشغل الكهرباء ونفتح به بيبان يا شباب فواضح لما إحنا منعبر هذه المنطقة يمكن إحنا منجي من هذا المكان ومندخل هذا الباب اللي هنا يا شباب مثل ما أنتوا شايفين هذه البوابة لأنها مسكرها والحاجة الأخيرة يا شباب إن مطورين هذه اللعبة بدأوا يصمموا شخصيات تتعلق بالقطوة هذه للبيع يعني تقدر تشتريها إذا ما شاهد تحليلي الشخصي الكامل للتريلر أو إلى التسريبات اللي قبل راح أحطهم لك هنا على جب أتمنى أنكم استمتعتوا تأكد الآن أنكم فعل جرس التنبيهات لأنه أول ما ينزل عرض دعائي جديد أنا متأكد أنه راح ينزل تريلر جديد إلى الشابتر الثالث غير اللي شفناه من قبل أول ما ينزل راح نسوي عليه ريأكشن إن شاء الله وأكيد إن شاء الله أول ما تنزل اللعبة راح نختمها معاكم أول بأول وبنحللها طبعاً كالعادة شكراً على المشاهدة لا تنسى الآن اللايك وتفعل جرس التنبيهات